اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المتداولة في السوق الجزائري مشاهدين الكرام طبت اوقاتكم واهلا بكم في برنامج قضايا اقتصادية نقدمه لكم من قناة زين نبحثه قضية الاسبوع مع ضيوفنا الكرام السيد محمد سردون مدير فرعي بمديرية المنافسة بوزارة التجارة مرحبا بك سيدي اتشرف كذلك باستضافة سيد نوردين بوديسا المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتباد ولمناقشات الموضوع يحضروا بعنا كالعادة دكتور محمد حميدوش الخبير المالي والمستشار الاقتصادي مرحبا بك دكتور حميدوش نبدأ النقاش بعد هذا الفاصل مرحبا مجددا نبدأ معك سيد سردون سيد سردون ما هي المعايير الاساسية لسياسة المنافسة في السوق الجزائرية بداية نشكر قناة زير تيفي على هذه الدعوة واللي فتحتنا الباب كوزارة التجارة لتصحيح بعض المعلومات وبعض المفاهيم بداية نقول أنه موضوع المنافسة في الجزائر يؤطره قانون اللي هو الأمر 0303 سنة 2003 والذي يعد إلى سنة 2008 وسنة 2010 واللي من خلاله تم فيه تحديد القواعد العامة للمنافسة في السوق الجزائرية وهذا الشيء يدفعني أن نقول أن هذه القواعد تأطرها عدة ممارسة ليمنوع في الجزائر وقد نتوافق فيها في هذه القواعد مع كثير من الدول ونختلف في جزئيات قليلة بداية قانون المنافسة ولا القواعد اللي يمنعها القانون الجزائري الأمر 0303 أولا هي الاحتكار ولا الوضعية الهيمنة ولا التعسف في استغلال وضعية الهيمنة وهنا لابد من توضيح شيء لا يعني أنه متعامل اقتصادي إذا كان مهي من الجزء من السوق الجزائري وقلوا القانون الجزائري منعه ولكن التعسف في استغلال هذه الوضعية مثال أنه يفر من خلال هذا الوضعية نطي مثال أنه السوق ما عندنا متعامل يستحود على أكثر من 80% من هذه السوق إذا استغل هذه الوضعية وفرض أسعار على متعامل اقتصادي أو على مستهلك هنا نقدر نقول أنه هذه القاعدة هي ممنوعة كم قاعدة ثانية؟ الاحتكار الاحتكار أو التعسف في استغلال الوضعية نتكلموا الواقع سي سردون الواقع أنه يقول أنه قواعد منافسة في الجزائري غير شريفة لا إذا نقول أنه ماهيش مطبقة ولا الثقافة غايبة نمشي معها ولكن نقوله ماهيش شفافة ولا ماهيش نازية هي تقريب أن القاعد هي معمول بها على المستوى العالمي كنا ما عندنا سنة 2010-2012 هذا القانون الجزائري الذي رأيه الآن تم عرضه على خبرة خبرة من طرف خبراء الاتحاد الأوروبي وصبنا الاختلاف في نقطة واحدة نرجع لها فيما بعد الآن رأنا عرضين القانون الجزائري على خبرة منظمة التجارة والتنمية التابعة الأمم المتحدة بالتالي موش القواعد ميش نزيها الكلام الآن ليس في قانون المنافسة أو أي قانون لكن اعتماد هذا القانون على أرض الواقع هنا خليني نقول أنه للأسف الشديد الأولا القانون الجزائري هو قانون فاتيه مقارنة تنجع القوانين تعدو الأوروبي لا رهي بدأت فلا ربما من سنة 1890-1845 إلى غير ذلك بدأت الثقافة والمفاهم الترسخ ولكن في الجزائر صح القانون الخرج في أولا القانون الأول اللي تم إلغاءه في 1995 ثم تأسس بعده مجلس المنافسة سنة 96 واشتغل إلى غاية 2001 ثم أجل الأمر هذا صح ما زال مكانش مكانش ثقافة مرسخة عند المتعمل الاقتصادي واحد الثنين ما زلنا كمستهليكين ما نعرفوش هذا القانون الآن في هذا الإطار مصالح وزارة التجارة بالتعاون مع مجلس المنافسة سنقوم بعدة إجراءات إجراءات لتحسيس وإعلام ونشر هذا الأحكام هذا القانون ولكن تطلب شيء من الوقت في الميدان وهذا التحسيس هو رهي تم على مستوى 48 ولاية ورهي تلحقنا تقارير ثلاثية اللي من خلالها نقرأ ونشوف ونستغلي وهذا التقارير إجراءات اللي لازم نرقيوها ولكن هنا الحاجة اللي في هذا الإطار اللي نشير لها أنه بدأت الجامعة الجزائرية بدأت الجامعة الجزائرية تندمج وتساهم في غرص هذه الثقافة في هذه الثقافة وهذا الشيء معناها شفناه في الميدان من خلال المستقع نرجع للبحوث والجامعة في مبات سيد بوديسا المعروف أن المنافسة تولد النوعية والمنافسة تعمل على كسر أسعار نخرجهم الموضوع هذا ونتكلمه على الجودة ونتكلمه على المقييس يعني الكثير الكثير يشتكي من سلع مقلدة غير مطابقة للمعايير في الأسواق متدولة في الأسواق الجزائرية معروفة عند العام وعند الخاص تفضل أول قبل كل شيء أريد أن أشكر القناة تلكم على هذه الدعوة حقيقة الجزية الاعتماد هي هيئة تابعة لوزارة الصناعة ومهمتها الأولى والأساسية هو اعتماد كل ما يتعلق بالجودة في كل ما يدين متحققة في الهرم الجودة في بلد ولما نتكلم عن المنتوج لازم كل منتوج يخدع لي فحوصات ويخدع لي قوانين خاصة به اليوم في العالم كل منتوج يمشي لتلبية حاجيات المواطن المستهلك لازم تتوفر فيه بعض الشروط أولويات البدايات أنه يكون يلبي الحاجية تانيا يحمي المستهلك وتانيا يخلق التروة في بلد اليوم لما نتكلم عن التقليد والأمور هذه حقيقة هي ظاهرة موجودة وإنما أحسن الوسيلة التي تحاربها هو أنك تكون عندك إمكانيات ذاتية وطنية معترف بها إمكانيات المخابر هذه المخابر هي نفسها لازم تكون منظمة مهيكلة حسب مع معيار عالمي وهذه المعيار عالمي حقيقة تأسف لأن هذه المعيار عالمي غير معترفين بهم أو غير الناس لا يوجد فكرة لأن عملية عملية تقنية محت لما مخابر يريد أن يثبت أنه عنده القدرة والكفاءة لقيام بتحالي معينة الوسيلة الوحيدة اليوم معمول بها عالميا هو يكون يحصل على اعتماد من طرف هيئة مستقلة يسموه الهيئة زيادة الاعتماد أو فرنسية أو إيطاليا وهذه القاعدة العالمية عاليا وبالدليل أن الاعتماد ما يسمى هو جوى الصفر صفر المنتجات سيئلوا باسبورد لسلك الصندو وهذا معمول به حاليا في هذا الايطار نحن نفتقدون هذه المخابر لا ما نفتقدون نحن في مرحلة بناء هذه المخابر نحن في عملية بدينها ونسلم شاهدة الاعتماد وإنما العدد تأخر كبير جدا العز موجود ونعترفه بالعستعنى وإنما الإيرادة موجودة اليوم عنا قائمة من المخابر يعني هذا تأخر في نفس الوقت منتجات مقلدة مزيفة تدخل للأسواق لا في نفس الوقت صح صح هو في الحقيقة لو كانت عندنا إمكانية وطنية كافية كان الظاهرة تكون أقل كما موجود في أوروبا حتى في فرنسان كان منتجات مقلدة تدخل للسوق الأوروبي وإنما في بعض القطاعات رغم أن في الجزائر كان حدث نحن نتأخرين شباب وإنما درك كل قطاعات أصبحت تهتم بالاعتماد أصبحت في السياسة تحت تطويرية تدخل الاعتماد كإشكالية جديدة وبدأوا يستطمروا من جانب المخابر من جانب أذوات من جانب اليد العاملة من جانب تحكوا في المعايير العالمية هذه ظاهرة جديدة في الجزائر وهذا يتماشى مع الخطاب السياسي اليوم في الجزائر اليوم كل أعضاء الحكومة وعين بضرورة حاليا استعمال المعايير كوسيلة موسائية حماية الاقتصاد الوطني على أي أساس تسلمونتم من اعتمادات حلا نسلموا على أساس نسمعوه كلمة ايزون مواطن بسيط ممكن أنه ميفهمش ايزون ترى ما نحن في المعايير هذه التي تعملها بالاعتماد هي ما يسمى السلسلة لسبعتاشن ألف للسيري دي ستميل نعطيك مثال عندما نتكلم عن المخبر تحليل يخضع المعايير عالمي يسمع سبعتاشن هارف خمسة وعشرين إذا حبيت تتكلم على المنتوج والاعتراف بالمنتوج سبعتاش وخمسة وستين إذا حبيت تتكلم على التفتيش والمراقبة سبعتاشن هارف وعشرين إذا حبيت تتكلم على الأمور الكونفورميتي بسبعة ما دي ستميل فانتيا سبعتاشن ووحد وعشرين هذه معايير عالمية متبقة في كل البلدان العالم حقيقة إحنا في الجزائر ما نتحكمش فيها أكثر لأنها ظاهرة جديدة وإحنا في بداية الطريق وإنما اليوم أني يقول لك كل قطاعة طال دار الطلبات للهيئة تعنا حتى تحصل على شهادة الاعتماد هذا الدليل على وعي المسؤولين الهيئة تعكم لتسلم الاعتماد الهيئة الوحيدة الموجودة في تتعلمد على لا في كل البلدان كان هيئة واحدة لتشرف على تسليم شهادة الاعتماد لهذا اللي يتكلفها بالمسادقة ما يسمى بالاكومفورميتي هناك من يقول نبقى معك سيد بوديسا أنه أكثر من خمسين بالمئة من منتجات الكهرومنزلية المتداولة في الأسواق مقلدة وغير مطابقة للمعايير أنا ما نقدرش ننكر ولا نأكد شي نقدر من كلك حاجة بك أن هذا القطاع الصناعي اليوم كان خاص وعاما داروا طلبات الاعتمادية على جارك إذن لما يتقدموا بالطلبات يعني وعيين أنا من الحقهم يكونوا تكونوا عندهم أكثر كفاءة ويقوموا بتحالي فيما خبر معترفة بها وعندهم الكفاءة وزياد على هذا يريدوني أن يحموا المنتج تحهم من التقليد هام جدا لما تسلم لك شهادة المتابقة لمنتج معايير معناها نحمل منتج هذا ونعطيه له ما يسمى صيغة ملكية وبالتالي ينجي قلده قادر يحربه ويمشي العدلة ويحمي يحمي السوق تهو يعني ما يسمى يعني تقررون بأن وجود أجهزة يعني خمسين بالمئة حوالي أكثر من خمسين بالمئة من أجهزة بصراحة ما عنديش فكرة على الإحسائيات وإنما إذا كلمنا على المنتجات المحلية نعم في الكهرومانزيدي في المنتجات حالية المنتجة حالية وقد لفرصة نقلت في المعارض وكل شيء المنتج الجزائر بدا يخضع إلى النوعية بدا يتوصل إلى مستوى من النوعية يبقى هذا المنتج اللي أنا نتكلم عليه ما حوش حاصل على الشهادة المتابقة اللي يمكن يقول باللي هذا المنتج منتج إلا في الجزائر بيسوقوا في الجزائر وقادر بهذه الشهادة المتابقة اللي نسلموها للمخبر قادر ينافس المنتج الأجنبي إحنا رأنا في هذه المرحلة المرحلة الثانية وإنما نقول لك قفزة نوعية كبيرة جدا في المنتج الجزائري من المنتج الوطني الجزائري أما التقليد فأنا ما عنديش فكرة نرجع لك سيد بوديسا دكتور حميدوش أين المستهلك ما بين منافسة والجودة والأسعار شوف لما نتكلمه عن الجودة الحاجة اللولى شوف هاو تكلم من الأستاذ بوديسا فيما يخص المتابقة نذكر باللي أي منتوج لما يجي يدخل للجزائر الجامعة ريك تطلب بالستافيكات كوفورميتي شهادة المتابقة معناه أن هذا المنتوج يطابق معايير معروف بها وتسلمها هيئة رسمية الآن ضروق إحنا الإشكال اللي رأوا مطروح لما نتكلم عن الجودة وتكلمنا عليها لمثال نعطيك أن نستوردو حوالي 4 ملاير من القمح 4 ملاير من القمح تجيبو الديوان الوطني للحبوب إذن ما هي الهيئة اللي تدير تحاليل وتثبث النوعية ولا تثبث هذا المتابقة إذن في هذا الربع ملاير هذي اللي نديروها سنوين هل ترى عدنا المخابر اللي قادرة تأكد ولا تنفي نقوله 4 ملاير دولار نفس الشيء بالنسبة للسيارات ولا قطع للغيار 3 ملاير دولار ما هي الهيئة اللي قادرة تأكد ولا تنفي هذه النوعية الهيئة أو المخابر هل توجد مخابر حصلا؟ يعني المخابر يعني المخابر كل مؤسسة يعني مؤسسة مثل مثل هذا الديوان يعني أي مؤسسة بإمكانها تقوم ولكن ما تديرش هذا العمل إلا إذا كانت حصلت على اعتماد من طرف الهيئة إذا هذا يعني باش تكون عدنا فكرة فيما يخص الآن النوعية الآن مروك فيما يخص السعر منافس روح الأسعار روح الأسعار باش بعد جينا سهلة المنافسة مش تكلموا مع أسيد شوف إذا كنت تكلموا إيه إذا كنت تكلموا عن الأسعار يعني في الحقيقة أنا فضلت خيرت قدرت عمل بحث يعني فيما يخص السكر وعلى أخترت السكر لأنه منتوج مدعم ولما يفوت 90 دينار يعني في السعر التجزئة فيه ميلة فأنا من وزارة التجارة حتى يتحصل على هذا تفضل دكتر حمي إذن شوف في السعر يعني بصراحة في السعر اللي هو معروف لما تسأل تصيب صورتي يعني يخرج من يعني الناس تشريه من لوزين بروزين 60-61 دينار نذكر بلي هذي اللي يمت أراه أزيد واحد طرواه لك هذا دينار خطش رح جاي رمضان كعرف رمضان صح إذن يروح للقرو هنا في السماء ما بين 72 حتى 74 دينار هذا في القرو من بعد اللي يعطوه اللي باش يبيعوه الديتاي 76 ونص صدير بون صدير على الحساب بالكمية اللي يديها ويتباع للمستهلك بسعين دينار إذن هذي الأرقام اللي هي ظاهرة يعني من ال61 حق دعم هذي الأرقام اللي هي ظاهرة من البري صورتي حتى اللي يوصل المستهلك ولكن المشكلة وراه الأرقام الرسمية اللي هي ما يش ظاهرة اللي هي كيبا احلا نقولوا باللغة العامية تحت الطابلة إذن في الحقيقة هذا ال61 نصيبوا باللي صاحب هذا المنتوج عنده يعني اللي معتمدين إذن المشكلة يبدأ هنا معتمدين من المزعين المزعين في القرو يعني اللي يعتمدهم موما هنا المشكلة إذن هنا وش تلاحظ تلاحظ باللي عنده 22 ألف طن سنويا يديها في نهار ولا في شهر ولكن السعر هذا اللي متعارفين به ولكن باش أنت تدي اعتماد من عند هذا المنتج ولا يعني منتوجات في المواد الأخرى اللي قد تكون عندك علاقات كبيرة 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 جدا إذن أعلاش اللي قد تكون علاقات لأن في السعر هذا تقع 61 تصيب ما بين ربعة دينار حتى سبعة دينار تحت الطابلة معناها باللي في الفاتورة هاو المبلغ هذا ولكن في ال في ال 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 وكاش وكاين من ربعة دينار حتى السبعة دينار إذن هنا يقول لي عندنا مشكل ما هوش نابورتكال غروسيس ما هوش أي بائع في الجملة يمكن باش يكون عنده اعتماد وهنا يبان يبدأ الخالل فيما يخص السعر إذن ربعة دينار حتى السبعة دينار على بلك تسمع شحلة اللي تحت طابلة كينغولو 22 أفطن كيف يستفيد منها المتعمل اللي اقتصادي اللي ينتج صاحب المصنع إذن كينغولو 22 ألف طن تلقى ما بين 8 مليار ونص حتى 15 مليار ونص سنتين في التسليم فوق ولكن منقولو تحت الطاول إذن هذا في التعامل معناه في النهاية شكول اللي راح يدفع السعر اللي هو المنتج وهو من المفروض أن هذا الربعة ولا خمس دينار اللي كان نتعامله رسميا شكول اللي راح يربحها المستهلك الآن بالإضافة إلى ذلك المرة اللي فاتت سي أمين في الحساء كنا هدرنا على الأسعار انخافضت شفيت ولا لا في الأسواق الدولية في الأسواق الدولية إذا كان ندير الاريبركيسيون الأثار انتاحة مباشرة على هنا ونخلو هذه تحت الطابلة إذن في الحقيقة السعر تحت السكر للكيلو من المفروض الآن يوصل للمستهلك 61.50 دينار هذا إذا كان يعني نحينا تحت الطابلة إذا كان خلينا ما هو فوق الطابلة يوصل 65.50 إذن هنا تكلمنا الجودة تكلمنا على السعر وكتب قلنا المنافسة الآن المنافسة وراها المشكل هو أنا السؤال لنطرحه أنا جروسيست هذا يعني جبتك المشكلة على السكر تروح يعني تروح لأي منتوجات دقيقة إلى آخره جاء كتروح للمشكلة جروسيست عندك هذا هو المشكل واش معناه أن شكون هو اللي يعتامده ويستطيع ونولي أنا موزع عنده إذن يا هل ترى مجلس المنافسة عنده من القدرة ولا المؤهلات باش أنا أنا غدوة كما نقوله موزع في الجملة قادر الروح الهيئة هذه نشتكيلها علش أعطال هذا وما أعطاش لهذا شكرا وهو بين القوسين يعطي لهذا خطاش يثيق فيه لأن اللي فت تحت الطابلة فيه نقاش كيف ندليل على هذا يعني كنقول لك انبستيغاسيون عيش تشوف سيسردون مثل هذه التعمل يعني هي موجودة تعاملات خفية موجودة في أي دولة في العالم وموجودة من قبل ألف ألف المتعاملين لكن هل يظهر للعيان لوزار التجارة في موضوع المنافسة بها نكون صرحة صلاحية صلاحية اتخاذ إجراءات نقول عقابي إن صح التعبير بين قوسين ماش من صلاحية وزار التجارة هي من صلاحيات مجلس المنافسة هو الوحيد اللي عنده الصلاحيات يعاقب المخالفين اللي ما طبقوش ولا خالفوا أحكام القانون اللي كنت ذكرته هذا الشيء الأول الشيء الثاني هذا لا يعني أنه وزار التجارة ما عندهش دخل على مستوى وزار التجارة نقول لك بدون ذكر الأرقام كثير من القضايا لأنه عندنا عندنا أعوان رقابة على مستوى الولايات اللي قوموا بمراقبة بعض الممارسات المنافية للمنافسة سواء في إطار البرنامج البرنامج الوطني المسطر ولا في إطار بعض المؤشرات ديزان ديز اللي قادر نقرأها في الجريدة اللي كما قادر الدكتور قادر نسمع بيها هذا أعوان تجارة يقوموا بهذه التحقيقات التحقيق يكون على مستوى محلي إذا حقيقة وصل عون الرقابة أو الفريق المكلف بالمراقبة إلى مؤشرات قوية يتم تعميمها على مستوى الجهة ثم إذا كانت حقيقة هذه المؤشرات لأنه موش سهل نقول لك كشفها أنا أشوف ليكم في علم المستوى الكريم أنه مثل هذه الممارسات على المستوى الدول المتقدمة يتم كشفها ونقوله بلي بروف لأنه موش سهل أني نقول معلومة اسمعته قاله ورامي قلوه ولكن نقول لك هذه الممارسات على المستوى الدول والبلدان المتقدمة تقعد أكثر من خمس سنوات باش نكشفوا عليها موش أمر سهل خاصة الاتفاقات ألا ترى وبالتالي خذ أسمح لله يجزيك بغيت أن ننبه لهذا الشي الإشكال ورعه الإشكال الأسف الشديد أنه مكنش لأنه ما عندناش دي كاميرا عوارق ما عندناش كاميرا بارتو أو ثلحانوت في كذا ولكن الأسف الشديد أدوا بعض المتضررين بعض المتضررين ما يبلغوش ما يبلغوش الجهات لأنه إحنا جينا شكاوي جينا شكاوي بحكم ما نقدروش موش من صلاحيتنا باش نحكمه نطلعوا تقرير يرسلوا السيد الوزير إلى رئيس المجلس للقيام بالإجراءات هذا من جهة من جهة ثانية يمكن للمجلس يمكن للمجلس أنه من حقه ومن صلاحيته أنه هو هو اللي معناها يشعر نفسه تلقائيا أنه يفتح القضية كما يمكن أن المتعاملين مهما كانت طبيعتهم هذا الشيء اللي ناقص أنه هم اللي يرفعوا قضايا ونطيك مثال نفتح مثال قبل ما ندخل في اليد طيال لأسف الشديد الثقافة غايبة صارت في بعض القضايا والمتعاملين يرفعوا قضايا ثم يعودوا يتناجعوا على شكاوي سوا ما نيش سير من كلام اللي قلته مجرد معلومة وعندما مجلس المنافسة يطلب مني كين قضايا عادي دانسر رفعتها كي يعود مجلس المنافسة يطلبهم آطونا الأدلة والأرواح وكملوا ما يتم شرد الجزء الأخير واش تكلم دكتور حميدوش قال أنه حتى الأسعار في الأسواق الدولية يعني تنخفض وترتفع وتنخفض ترتفع لكن في الجزائر لا تنخفض ترتفع مثلا كلام صائب ولكن شوف لو الدكتور يعرف المبدأ العام المبدأ العام للسعر هو مربوط بالعرض والطلب صح وزار التجارة فيه مادتي السكر والزيت سقفت سقفت السعر ولكن لا تفرض السعر على المتعامل وهذا وهذا الإجراء ندار لحماية المستهلك والروح الأكثر من ذلك صاحب فالربما يتبان 60 دينار 70 دينار أنا جايك جايك وهو يتكلم دكتور حميدوش أو يتكلم بين 60 دينار و90 دينار متداول حالي هذا الراه كين عدة مستويات كين تكلم على المنتج والإمبورتات كين وكين عدة قطاعات تشارك هي لجنة وزارية مشتركة صح يرأسها ممثل وزير التجارة ولكن فيها الجزء كبير من وزارة كل القطاعات المعنية ومعناها يتم فيه تقديم تقرير تقرير بالوثائق المحاسبية المتفق عليها وتم تحسيص وكين أحيانا يصيبوا فيها أخطاء تعاود ترجع للمتعامل المبدأ العام وزارة تجارة في مادة الزيت والسكر لم تحدد السعر كما وصار مع الحليب وإنما دار تسقيف للسعر وما هو خارج هذا تحمل خزينة الدولة حماية للمستهل في الجزائل يعني مختصار إنك استعملت السكر مانيش قاسد غير السكر حتى نفس الإشكر هم تروح تسيبوا في القهوة تسيبوا في الكاشير تسيبوا في الدقيقة تسيبوا في الجو يعني أي آخر لذلك لدينا نفس فيما يخص المنتج لماذا لدينا كائن طالب وهذا المواد نقول لك لا لن تروح هنا تزاير لن تروح لن تزاير لن تروح لن تروح إلى الدول الجوار معناتها رح كائن طالب كبير الآن من المفروض أن التنظيم الذي يأتي يعني لو كان جاء لدينا كائن المنتج يعني كائن منافسة بينهم نحن في الغياب هذا الكمية يجي يعني أبتيت تشال وهنا عندنا الخالل أنا باش يفهمني ما لنش قصد الزيت ولا أنا باش يفهمني نعطيك أنا غير مثال كائن يعني واحد موزع أجنبي تاع الخمور حب يدي يعني يوزع في فرنسا حب يدي الخمر لا لا حب هنا من الجزائر يستورد الخمور كي جاء هنا مؤسسة عمومية عند هالموزعين قالوا له عدنا موزع في فرنسا يعني في فرنسا هو هنا رحش تكار قالوا هذا الموزع اللي عندكم رح في سويسرا غير موقيم في الجزائر ولا يمكن إذن هنا واش معنتها معنتها باللي يعني في الاعتماد هذا اللي مثلك ولا اللي بيع في الجملة ولا غير ممكن إذن في هذا كافي ذيك الفترة 2009 ولا 2010 كان مجلس نعم كان مجلس المنافسة كانت نحى القانون وعدلوه وكان ما وش موجود ولكن السيد يعني رغم أنه أجنبي رحش تكار رح لوزارة التجارة رحل رئاسة الحكومة حوس على هذا مجلس المنافسة كان غير كما تعدل القانون إلى آخره وفي النهاية جاب حق إذن أنا الرسالة اللي حبيت نقولها هو أن العديد من يعني التجار في الجملة يليق يعني محتكرين بعض المنتجات والحل انتهى والحل انتهى اللي قد تكون إما نروحوا للعدال ستكونوا العدالة معنتها مجلس المنافسة وإذا كان نفصل الله يبارك إذا كان ما نفصلش معنتها عندك الحق الطعن على مجلس يعني الجزائر وبالتالي هنا على الأقل نحلوا شوية هذا الضغط باش ما تبقاش بينها هذه تحت من الطابلة والمستفيدة الأول شكون هو المستهد نفهم من كلامك باش يفهم المشاهد اللي يسمح فينا الآن ويشاهد فينا حاليا أنه أن تكون موزع لعلامة تجارية يعني ليس بالسعب يعني يليق احنا هذا هي الفلسط يعني إطار تنظيمي وينتكون فيه شفافية في انتظار الأحكام باختصار نعود 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 بالذاكرة القرار تأخذ مجلس المنافسة في هذا الاتجاه في سنة 1999 في مؤسسة عمومية لا في مؤسسة عمومية في هذا الصيغة أنه فيها معناها معاملة إقصائية ناطي لفلان ما ناطي لفلان هذا نبيع له أفي كامبري تأخذ مجلس صرافها طعن أمام مجلس المنافسة في 99 وتأخذ قرار عقابي ضد مؤسسة عمومية بسبب هذا الإجراء أنه نعود نقول أنه المتعامل ما يروح ويطعن وحتى إذا طعن كنعود نذكر هرواح أرى نبدين في دراس القضية ما يجيش يكمل لا يزال لحد الآن العديد من التجار يحجون إلى العلم والصمار لحد الآن يحجون إلى العلم والصمار يعني احتكار هناك احتكار يحب أو لا 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 كنت كلم الاحتكار هذا لا كنت تحكي على هذا الأسواق سيدي برو دو يان بورتي نق أي واحد تروح فلا ربما روح حتى المنتجات الجزائرية منتجات ماشغلة في الصمار صح أنا أتفق مع الدكتور في حاجة واحدة أنه في إيطاع ضبط السوق وهذه السياسة في السوق الجزائري وهذا الشي شكرا سيسردون عود نرجع لك سيبوديسا نحن نتكلم على الأسعار نعود نمشي عندك ونقول لك المنتجات المستوردة الآن راي خطر على المستهلك الجزائري أنتم كهيئة جزائرية للاحتمال يعني وش العمل تاعكم الآن شوف نحن مدى تنفجر على مواطنين دور تاعنا الأساسي هو أننا أولا نعمل على أساسا نعتمد الماخابة التي تابع وزارة التجارة يترملك مركز الوطني المراقبة الجودة والتغليف هو لما تكون عنده يحصل على الاعتماد تكون عنده القدرة أنه قادر يقول أن المنتج يدخل السوق الجزائري أو لا يدخل السوق الجزائري وهذا الشرط الأساسي لأن اليوم في العالم مخبر أو هيئة مكلفة بالمراقبة مثل موجودة على الحدود الجزائري إذا ما كان لديها فكرة في المعايير والأمور الجودة وقادرة في الوقت تدخل باش توقف منتوش أو تقوم بالتحليل على المنتوش فيه شك يعني المشكلة شك في المنتوش هذا يخلينا ما تكونش عن أسلحة القانونية و جالي يدير لنورماليزا سندا للا روالسون ترابا اليوم حان الوقت في الجزائر لأن نحدد عدد معين من مخابر وطنية جزائرية نكلفها بش تقول بالدور التحليل ومسادقة على المعايير خاصة تقييم المتبقى في كل منتوش خاصة هيئة تانية نعطي لهم الاعتماد ونختار ماذا؟ نختار بعض المخابر ليكون المنتوش أكبر منتوش عدد كبير منتوش مستورد من الخارج الجزائر اليوم تستورد القبح تستورد ماء القمر تستورد ماء كل ما يتعمل كتابعيار السيارات الكيميا أدوية كل هذه الأمكانية الكبيرة جدا كون يراقبها سيبوديسا كون يراقبها كون يراقبها كون يراقب المنتوشات حاليا كان زوج سياسة السياسة الأولى أننا نعتمد عدواتيك تسلم من طرف المنتوش الأصلي في البلد أو في تحالي تمت في مخابر في بلدان أخرى البلد الأصلي في المنتوش أو مخابر وطنية جزائرية اليوم أحنا في صندوق بناء سيبوديسا تكلموش على المخابر الجزائرية تكلمو على المخابر تكلمو على الأوراق المسلمة لا تسلم لك شهادة متابقة هل هذا كيف يعني تسلم لك شهادة هذا غير كافي في بعض المنتوجات منطبخ للمعايير شوف هذا معمود به عالميا في التجارة الدولية نعتمد على هذا الواتع وإنما هذا لا يكفي لبلد أن يتأكد أن المنتوج يشتره بالعمضة الصعبة يلبي حاجيات وقادر يخلق مشكلة المستهلك الجزائري يكون يعطي له الضمانات لا كونفيانس لا سيرانس هذه إذا اليوم ما زالت بالنسبة لنا رغم تكون هذه المخابر الأجنبية وعندهم كافة أو من حق الجزائر من سيادة الجزائر أنها تبني شبكة من مخابر الجزائرية حتى اليوم كنا لها تكون عندها القدرة أنها تراقب بطريقة أو أخرى المنتوجات الأجنبية حتى يمكن نضمن صحة المواطن والمستهلك الجزائري على أرض الواقع على أرض الواقع على أرض الواقع إيش حال يعني حتى الأرقام إحصائيات 50 مخبر جزائري تم تسلم لهم الشهادات الاعتماد وعندنا مشروع أننا نعممه إلى 244 مخبر لماذا 244؟ لأننا اخترنا بعض المنتوجات لنستوردها بكمية كبيرة جدا لأننا لأننا عد الانتاج الوطني في الجزائري لا يغطى 10% من حاجات السوق الجزائري إذن كل هذا يستورد من الخارج محان الوقت أننا تكون عندنا إمكانيات تكون عندنا أذوات تسلم طرف الدولة حتى يمكن أنها تحتمد عليهم باش نقلص من المنتوجات الخطيرة والمقلدة لتنم الخارج هذا ما يعني نوقف التجارة لا نحمل اقتصاد الوطني ونشري المنتوجات المتابقة وتسلم من طرف هيئة وعندنا أيضا قدرة وطنية جزائرية لأننا ممكن نقوم بتحديل دورية أو مفاجئة باش نتأكد بالليشي هذا راب صالح أو غير صالح في هذا الإطار قمتوا بدوريات قمنا بدوريات ونراقش أعطينا أرقام أعطينا لا شوف إحنا موش دورنا إحنا مانش وزارة تجارة وزارة تجارة هي اللي تراكم السوق لسوفي إحنا هيئة تقنية أنا نعطيك الاعتماد حتى يمكن تقول غدا هذا هو المعيار هذا هو المرجع وهذا اللي عنده الكفاءة بيقوم بهتحالي في ميدان معين هذا هو الدور ونخلق الشبكة وطنية لقادر الدولة والسلطة غدا تقول أنا بش نراقب السوق نراقب السوق لاستيراد بالخارج أو يشجع التصدير للخارج هذه الشبكة اللي منضحها تساعد لايئة تقوم بها بتعبتمدها تكون هي القاعدة الأساسية اللي يمكن وضع هذه السياسة ماذا مسادقة على شكرا سيد بوديسا دكتور حميدوش هل حقا قياس المنتوج يعني يكون قبل المطابقة ودوره في الإقتصاد الآن بالطبع شوف أولا لما نتكلم عن القياس شوف القياس يدبر ينفع نجاع ونعطيك هنا واحد المثال واضح جعلنا نشوفوك نخرجوا من البيوت نشوفو هذوك الليبوبان يعني القمامات هذوك بلاستيكية إذن انتظرك تخايل يعني معظم البلاديات تتحصل على هذوك القمامات عن طريق مناقسة إذن 1541 بلدية لما داروا المناقسة اعتمدوا على وش إذن ما هي الخصوصية التقنية اللي في هذا القمامة هذي بالبلاستيك إذن في هذا الحال إذا كان عدنا قياس وش معناه معناه أن رايحين نديروا إعلان عن مناقسة حاجة اللي هي على الأقل عدنا والشروط كاينة إذن لما كل بلدية تدير مناقسة كاينة بعض البلدية اللي جابوا بعض القمامات وتضح أن لما يعني يتممش يعني القمامة لما تشعل تروا حديك لابوا بال إذن تضح أن فيه قمامات اللي قادرة تقاوم للإحتراق إذن واش معناه؟ معناه أن إذا كان درنا هذا النوع من المعيار أن ضبطنا يعني واش تحتاج مؤسسات رسمية ولا خاصة وأيضا قادرين نحمي المنتوج. إذن من جهة من جهة رايحين وضعوا شروط فيما يخص الجودة والمنافسة شيء الثاني ما نخليش المستهلك يحوس على المعلومة بش يضمن الجودة لأنه رحا متوفرة فيه هذو الأشياء الإيجابية الشيء ربما السلبي اللي خلينا نخاف من هذه هو أن الشركات الكبيرة قدرة توضحها كحاجز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هنا إليق يكون فيه إطار تنظيمي وإنما تكونش يعني على حساب معين وأيضا إليق نوصل لهذه النوعية اللي يكون فيها إجماع وتعطي ضمان للمنتوج وغدوة يعني تكون سهلة لما نعطوله المطابقة ونضيرها كعائق تقني فيما يخص استيراد أي شيء إذن الشيء الأخير يعني الشيء الأخير هو أن هذه المطابقات باش نقيمها إليق نروح نشوفه في الحاصلة شحال من المؤسسة حوست على هذا اللي نور الدولة واجحة حوست على معايير أيضا شكون هما القطاعات حجم المؤسسات اللي زدناها اللي لغيناها اللي حدفناها اللي تتواكب مع العالمية إلى آخره شوف العالم اليوم فيه معايير إيزو تقنن وتنظم النشاط التجاري والصناعي وينما في كل بلد أيضا عنده نوع من الاستقلالة والقرار ما يسمى الرجلومون تكنيك اليوم أنا ممكن كجزائري أريد أن نفرض شروط خاصة لدخول السوق الجزائري قال نعطيك مثال باش تخدخل سيارة أوروبية لأمريكا أمريكا الحكومة الأمريكية دير دفتر الشروط وتحدد ما هي المقاييس اللي تكون في السيارة اللي تدخل السوق الأمريكي قال من جانب الأمني من جانب البيئة كل الشي هدو كل رهي مقننة مسجلة في دفتر الشروط هذا خلينا نقول أن كان هيئة أيضا جزائرية لازم تلعب دور تحايا أيضا القياسة ليانور ناحد الوطني القياسة لازم هو تانيك ينشط ويعمل على أساس وضع وضع قوانين تقنية خاصة تحمي السوق الجزائري وتخضع للمتعاملين جزائري الجانب أنهم يتوفروا الشروط اللي يمضيها هذا القانون وهذا هم جدا لأن كل بلد عنده نوع من السيادة في الجانب هذا وأنا في جزائر نفقد إلى هذا نعود نرجع لك لكن في الفقرة تانية من برنامج مشاهدين يبقوا معنا فاصل قصير ونعود مرحبا مجددا يعني نرجع لك سي درسون مواجهة مراقبة المنافسة تطرح عدة تساؤلات تساؤل المؤسساتي من جهة كين مجلس المنافسة وكين وزار التجارة يعني لم يحن الوقت لا اعتماد شبك الوحيد لا لا موش نفس الشي وإذا سمحت قبل قبل ما نجيب عني سؤالك حبيت المستمع الكريم يفهم حاجة لفيناليتي لفيناليتي تعلم المنافسة شي هو أن نوفر منتوج ذو نوعية وبسعر أقل هذه هي الفيناليتي معناها نحمل مستهلك نحمل مؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تكلم عليها الأستاذ ونخلق منافسة بين المتعامل الاقتصاديين للاعتماد الباحث والتطوير إلى غذر لك هذه هي المخرجات قانون المنافسة أما فيما يخص الشبك الوحيد هذا في الحق ليس حاجم سبيسيفيك الجزائر في كل دول العالم كين مجالس المنافسة في العالم نقول في معظم الدول العربية ولكن عندما نخرج في الدول الأوروبية والأجنبية كلها تفصل بين كمجلس المنافسة كحكم مستقل أما تبقى وزارة المؤسسات الدولة كوزارة التجارة كما عندنا في الجزائر ولا وزارة التنمالية والاقتصاد كما في فرنسا ودول أخرى هي كجهة داعمة تنظر القانون كين النوتر معناها هيئة أخرى اللي تطبق القانون وإلا يسرى فيها تداخل شكرا دكتور لكسونبورغ والبلجيك رامي توجهون نحو الشباك الواحد والآن وقالا فرنسا لا يتخطو هذا الخطو يعني وين الصلاحية تتوحد نعم نعم المنافسة والسير تحكم السير وإنما المهم أيضا وهذا ضروري تسليم من توج دات جودة للمستهلك الجودة هو الغرض النهائي ليروح للمستهلك الوطني وهذا لازم نصحر عليه شكرا سيد بوديسا أسئلة المشاهدين عبر الفيسبوك بعد خليل فصل ونعود سيد بوديسا ربح معي فيقول هل مسئولية عدم مطابقة بعض المنتوجات للمعايير تتحملها الدولة التي تعتبر كأدات فعالة في عملية الرقبة مماثلة بوزارة التجارة والجمالك أم يتحملها المواطن الذي لا يعرف حتى ما هو الإيزو الله كلهم مشتركي في العملية لازم نتحكم في المعايير إيزو لازم الدولة الجزائرية بالوسائل تحر أنا هتكون عندها القدرة أن تتراكب السوق وتتراكب جودة المنتوج ليأتي من الجزائر منتوج وطني أيضا لأنها مشكلة موج في الاستيراد مشكلة أيضا في الانتاج الوطني هل منتوج الانتاج الوطني اليوم يخضع للمواصفات المعمول بها دوليا أو لا هل قادر هذا المنتوج مش للسوق الخارجي أو لا هذه كلها عملية تقنية محضة وبالتالي كل الأطراف معنية بالأمر شكرا سيدي سؤال الثاني إلى سيد سردون هل يمكن لمجلس المنافسة أن يحكم في إعادة النظر في سعر المترو وطرامواي يحكم على أي أساس إعادة النظر نعم في سعر أي أساس نحكم فيه إذا ما كانت أولا إذا مثل جاتو جمعيات المستهلكين والدردع جمعيات المستهلكين في المترو وطرامواي واتصالة الهاتف النقال لا تدخل مجلس المنافسة ليس في ضبط السعر إذا كان هناك مثلا حتى أن نصح بعض المعلومات إذا كان هناك معنى اتفاق اتفاق بين المترو النوت روبراتور في وسائل النقل الأخرى في مجال القطاع هذا صار اتفاق على السعر هنا يدخل مجلس المنافسة بصحة باشا مجلس المنافسة يروح يقول سنة المترو السعر هذا على جدرتولي عليك ديلي فان دينار وما قلش ترون دينار عليك أساس إذا تحديد السعر هو عرض وطلب أننا الحاجة التي تريد أن نوجهها كما تتفي موضوع رمضان في التقديم في رمضان قادر المستهلك الجزائري منعقب المتعمل التجاري لماذا يدخل رمضان كنكون في الأشهر العادية إذا نشري كيلو بطاطا يلحق رمضان قبل رمضان بنهار نشري خمسة كيلو لماذا التاجر هذا ما معنى هنا هناك طلب رحكين طلب من كيلو انتقلت الخمسة كيلو وطماتيك مونا نطلع البري بس خلونا كمستهلكين هناك واحد منهم تكون عندنا هذه الثقافة نشري كيلو إذا تطلع في البري نحبط شكرا سيدي سؤال الثالث دكتور حميدوش جمال يقول ما هو دور الدولة في تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دور الدولة في تنظيم المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية يعني في الحقيقة يعني كين مؤسسات اللي اللي تراقب يعني لمساول وزارة التجارة مثال لما نتكلم على ترقية يعني اللي حددها للقانون والآن لما يكون مثال موسيقى دومينان ولا تركيز معناها كين مؤسسة اللي هي مجلس المنافسة الناس تحتكم لها شكرا لكم مشاهدين وصلنا إلى نهاية هذا العدد من برنامج خضايا اقتصاديا نشكر ضيوفنا الكرام سيد محمد سردون مدير فرعي بمديرية المنافسة بوزارة التجارة الشكر موصول إلى السيد نوردين بوديسا المدير العام للجزائرية للاعتماد الشكر كذلك موصول للدكتور محمد حميد وشال خبير المالي والمستشار الاقتصادي كما نشكر كل من تفعل معنا عبر الفيسبوك شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة يمكنكم دائما تواصلوا معنا عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك على العنوان الموجود على أسفل الشاشة الأسبوع المقبل مواد جديد وقضية جديدة من قضايا الاخصار لكم تحياتي وتحيات مخرج الحصة وكل فريق العام المعيدين إلى اللقاء اشتركوا في القناة